طيب النهاردة اتحاد الكورة بعت للنادي الاهلي نادي الاهلي لو حضراتكم فاكرين بعد مباراة الانتاج الحربي كان بعت جواب للتحاد الكورة بيعترض او بيسجل اعتراضه على مستوى التحكيم وبيطلب من اتحاد الكورة اتخاذ كل الادوات والامكانيات التكنولوجية في سبيل تطوير مستوى التحكيم وكان بيطلب حكام اجانب اعتقد المطالب اللي كان بعت للتحاد الكورة في خطابه وقتها حضراتكم فاكرين اتحاد الكرة ما ردش ورجع الاهلي بعث له جواب تاني عشان يفكروا رجع اتحاد الكرة رد بخطاب النهاردة والاهلي رد عليه بخطاب خطاب اتحاد الكرة للنادي الاهلي السيد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي للرياضة البدنية تحية طيبة وبعد اشارة الى خطاب سيادتكم والذي اشارتم فيه الى الاحداث التي جرت في مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدور العام يوم 29 عام 2018 وخاصة الامور التحكمية وردا على خطابكم نتشرف بان اوضح لسيادتكم ما يلي واحد ان الاتحاد حريص كل الحرص على انتظام مسابقاته بجميع مختلف درجاته وتحقيق العدالة والشفافية في جميع مباريات ويهمهم في المقام الاول خروج مبارياته بالصورة التي يتمناها وكافة عناصر اللعبة اثنين ما اشارتم اليه في اجراء تحقيق عاجل مع تقم تحكيم المباراة فان لجنة الحكام حريصة ايضا على خروج تحكيم اي مباراة بكل الشفافية والعدالة وانها تراجع حكامها في نهاية كل اسبوع بملاحظاتها ان وجدت وتتخذ الاجراء اللازم ضد اي حكم قد يحدث منه بعض الاخطاء وان كانت غير مقصودة ولا يجوز الاعلان عن ذلك طبقا لللاقاحة الدولية ثلاثة ان الاتحاد منذ بداية كل موسمه على فترات يقوم بعمل معسكرات تثقيفية للحكام من اجل رفع مستواهم وفي هذا الشأن اتفق الاتحاد مع الشركة الرعية باستخدام احدث الوسائل التكنولوجية وتطبيق تقنية الفيديو الفار لمواكبة الكرة العالمية وسيتم التطبيق اعتبارا من 1-1-2019 بعد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة اربعة يتم بصفة دائمة تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيفة الذي اقره الاتحاد الدولي لكرة القدم خمسة بالنسبة لاستخدام حكام اجانب ونظر لذيق الوقت ولقرب المسافة فان من الممكن اجراء اتصالات مع احد الاتحادات شمال افريقيا لتعيين طاقم حكام دوليين منها لادارة مباراة الاهلي والاتحاد يوم 17-2018 او احد الحكام الدوليين المصريين قمنا باختار اندية القسم الاول بخطابنا رقم 940 بتاريخ 12-2018 بقرار مجلس ادارة الاتحاد بالموافق على رغبة اي نادي يطلب فيه تعيين حكام اجانب اوروبيين او عرب بشرط ان يكون ذلك قبل اية مباراة بعشرة ايام على الامكان اجراء الاتصالات اللازمة مع الاتحادات المعنية متمنين لناديكم المواقر وكافة الاندية كل التوفيق والنجاح من اجل رفع مستوى الكرة المصرية ولخدمة المنتخبات المدير التنفيذي لواء دكتور سار واتسويلام هنا الاتحاد استجاب للاهلي في ثلاث مطالب قال له حاضر انت طلبت استخدام الاساليب التكنولوجيا والتطبيق تقنية الفار هنعمل ده بس هنعمله مبتداء من 1-9-2018 او 1-1-2019 من بداية السنة الجديدة علشان نكون تمكننا من انهاء كل الترتبات اللازمة دي فيما يخص الفار فيما يخص الحكام الاجانب قالوا للاهلي اوكي احنا موافقين وبعتنا قلنا لكل الاندية احنا موافقين على طلب حكام اجانب عرب او وغيره لأي مباراة بشرط ان النادي يطلب قبلها بعشر ايام عشان يكون عنده وقت كافي للاتصال بالاتحادات المعنية لكن المباراة اللي جاية للاهلي يوم سبعة عشر يعني بعد تلات ايام فبالتالي ما عندناش وقت نطلب حكام اوروبيين لو عايز حكام من شمال افريقيا ماشي نقدر نتصل ونجيب او حكام مصريين ده ما يخص وقال له احنا فيما يخص طلبك التحيي مع طاقم حكام مباراة الانتاج الحربي قال له احنا اوكي بنعمل ده مع كل اسبوع بنحاسب كل الحكام اللي لعبوا خلال الاسبوع وبناخد قرارات ضد الحكام اللي اثاروا او ظهر منهم تقصير في تطبيق القانون سواء عن عمد او غير عمد سواء باي شكل من الاشكال بتحصل مراجعة فنية لكن احنا ملتزمين باللاحة الدولية للتحكيم مش هنقدر نعلن عقوبات الحكام لكن اوكي بتطبق ووضع طبعا اقصاء الحكام اللي بيخطئوا وبيتمنى التوفير للنادي الاهلي وبيأكد على التزام الاتحاد بفرض معايير اللعب النظيف